موسيقى متواصلين معكم مستمعينا بفقرات محطة 24 لليوم نتذكركم بموجاتنا الرئيسية في الوسط 97.9 وفي الشمال 94.8 ولا تشاركوا بسؤال اليوم ماذا لو كنت شرطي مرور شو بتعمل بالناس اللي بتمشي بنص الشارع وبتترك الرصيف عن طريق فيسبوك أو بإرسال رسائل قصيرة على جوال 37824 ووطنية 6024 دفتنا بالستوديو اليوم الخريجة مرام العلي وهي طالب التسويق في جامعة بيرزيت يسعد صباحك صباح الورد حكولنا بالجامعة انه عندك كان مشروع تخرج مميز نعم وعشان هيك اليوم انت ضفتنا فحبين نسمع عن شو كان مشروعك التخرج اوكي اول اشي اسمي مرام العلي خريج التسويق سنة رابعة من جامعة بيرزيت انا حبيت انه يكون موضوع سميناري اشي دخل على حياتنا وصار يأثر على حياتنا بطريقة يومية الاشي اللي دخل على حياتنا هو عبارة عن السوشال ميديا قنوات التواصل الاجتماعي بكافة اشكالها يعني منحكي عن الفيسبوك منحكي عن تويتر منحكي عن انستجرام منحكي عن لينكت ان هاي القنوات دخلت وصار تأثر على تقريبا معظم قراراتنا وانا عشان بدرس تسويق بحكي انه معظم قرارات المستهلكين لانه احنا دائما وابدا منشوف دائما المستهلك هو اللي بتأثر على القرارات انا ما بحكي له على منجر والعماركتر لا انا بحكي عن انسان مستهلك موضوعي كان بتناول صفحات الفيسبوك وبالتحديد الفيسبوك فان بيج لاشي معين بمعنى انا كنت بالدائس قديش صفحة الفيسبوك اللي هي صفحات التواصل الاجتماعي بتأثر على سلوك المستهلك تحت اطار وعي المستهلك بمنتج معين وانه يفضل منتج عن منتج اخر موضوعي للدراسة تاعي اخدت كافي شاب اسمه لمن شيشة بسترا كافي شاب لمن هو عبارة عن فرانشايز او فرانشايز ما بعرف ايش يعني بالعربي بس هو عبارة عن كافي شاب اجا من عمان على رمالة لما اجا على رمالة دخل على صفحة الفيسبوك بطريقة كثير قوية انا كنت بدايس قديش تفاعل الناس على هذه الصفحة اثرت على وعيهم انه هذا الكافي شاب موجود واجا عندنا على رمالة وقديش بعدين صار عندهم افضلية من الاشياء اللي بيشوفوها على صفحة الفيسبوك انه يروحوا على هذا الكافي شاب ويختروا ما يختروا غيره يعني انت برأيك انه ممكن يكون التأثير مختلف اذا الناس اكتشفت انه هاي ماركة عالمية لهذا المطعم اهه او انه هو مجرد مطعم محل يعاني احنا بنركز على اشيين بدنا نركز اول اشي تأثير صفحة الفيسبوك وشو الاشياء اللي بتنزلها الفيسبوك من حيث الصور من حيث الاعلانات للكافي شاب الكافي شاب نفسه من حيث النشاطات اللي بتنزلها يعني مثلا شارك بي احذر معنا ايش اسم هذا المشروب مثلا نعطيك ديسكاونت لنفرد بده اشوف انا تفاعل الصفحة تفاعل الناس عندي على الصفحة على صفحة الفيسبوك قديش بيأثر انه والله مرامي تروح على الكافي شاب اللي اسمه لامون وتعرف عن لامون انه هو اجا من عمان مثلا انه تعرف انه هذا الاشي صار ممكن ينتقل مش بس لفلسطين لعمان لدبي يعني هو وقديش انا الصفحة بتأثر علي انا بده اشوف قديش صفحات التواصل الاجتماعي اللي احنا منقضي عليها فترات كتير طويلة من يومنا قديش بتأثر علينا وهل فعلا متأثر علينا بشكل ايجابي ولا لا طيب من الاول نبلش يعني كيف جمعتي المعلومات مرام اوكي اول اشي احنا لازم نرجع بتعرفي انه المصادر والمراجع ما كانت قليلة يعني لانه هو اشي الترند زي ما احنا منحكي في الماركتينج وهو اشي كتير حديث صح له انه له تأثير كتير كبير بس انت لما ترجع الى جورنالز او لأورتيكلز او لكتر يعني الاكاديميات تاعته لسه قليلة اكاديميات لسه قليلة فالواحد كان بده مش مرجع مرجعين يعني بجوز عشرين تلاتين مرجع هذا اقل اشي فانا كان اعتمادي على تلات كتب رئيسية ومش اقل من عشرين ل خمسة وعشرين اورتيكل مقالة علية مقالة علمية نعم متأسفة مش مشكلة مقالات علمية نعم اول اشي كان الموضوع الاساسي اللي بدي ابحث عنه هو عبارة عن مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي عبارة عن السوشال ميديا قبل ما انا اخوض بكل وحدة يعني صفحة الفيسبوك قبل ما اختار المطعم اللي بدي اعمل عنه اكزامبل فبالتالي اول اشي بدي اشوفي السوشال ميديا بدي ادرس عن السوشال ميديا ليش احنا صرنا نستخدم السوشال ميديا وبشكل اساسي ورئيسي لبناء العلاقات الاجتماعية ما بين ما بينه وبين المستهلك عشان انا برضو برجع من نقطة نظر تسويقي فكنت بدي ادرس قديش السوشال ميديا هاي نستخدمها بطريقة صحيحة فاول دراسة لإيه لي كانت السوشال ميديا ومن ثم اطرقت للاشياء التانية هلا زي ما بيحكوا data collection methods او كيف انا جمعت المعلومات كان منعي عن طريق هاي الاشياء وعن طريق مقابلة واستبيانة انا وزعتها مع مين كانت المقابلات بزرط المقابلة كانت مع المسؤول في lemon sheeshabaster اللي هو عبارة عن الكوفي شوب اللي هو كان مسؤول مش المسؤول عن الكوفي شوب لا المسؤول عن الصفحات التواصل الاجتماعي لتويتر الفيسبوك والانستجرام المسؤول قعدت معاه مرة ومرتين وثلاثة قعدت اسأله قديش انه صفحة الفيسبوك ما زالت تعطيك مردود انه الناس تيجي عندك وهل تفاعل الناس عليها زي اول ما دخلت عليها من قبل 6 اشهر لهلا ولا قل هذا الاشي لاحظنا احنا ورح نشوف الريزولتس احنا ورح نشوف النتائج بعدين انه صفحة الفيسبوك بلشوا عليها الناس بالتفاعل بشكل كتير كبير ويعملوا لايكس للصور يعملوا شير للصفحة يشاركوا بكل الاشياء اللي يحكي عنها المانيجر انه يعملوا شير عشان يربحوا ديسكاونت او الى اثرية ولكن قلت هاي المشاركة مع مرور الوقت والمشاركة تاعة الفيسبوك ما كان لها الاثر الكبير زي ما كلام الناس له اثر وكلام الناس اللي احنا منسميه في الماركتنج الويردوف ماوث الويردوف ماوث هي عبارة عن التفاعل ما بيصير ما بين تفاعل مباشر تفاعل مباشر اللي بيحكي التنين بيحكوا فيه عن موضوع معين طب قدرتي تعرفي مرام شو الاسباب اللي خلت تفاعل الناس ع فيسبوك يخف حلا في سببين اول اشي انه توجهنا على موقع التواصل اللي هو اسمه الانستجرام والانستجرام صار التفاعل عليه اكثر عم بزداد سواء بهذا الكوفي شاب او سواء بشكل عام يعني صفحة الفيسبوك صارت اقلا استخداما لانه رحنا توجهنا لموقع اخر نتواصل عليه بس موقع الانستجرام هو اغلبيته او الاكتر اشي بيركز على الصور او على الفيديو اوكي هلا انا كان بدي افحص ليش الزباين بطلوا يعملوا انتر اكشنز انا لما احكي عن انتر اكشنز ما بحكي بس انك تعمل انتي لايك للصفحة وخلص يعني اصدك بالانتر اكشنز يعني التفاعلات اللي بتصير اونلاين على صفحة الفيسبوك على الصفحة منبلش باللايك للشير للايك على الفوتوز لشير على البيج نفسها تعمل تشيك ان بالمطعم عشان يبين عندك انه انتي عاملة تشيك ان وكل الناس تصير تعرف انه انتي عاملة تشيك ان بالكوفي شب ولا كيف بدنا هذا التفاعل بعدين انه انا اقولك انه مثلا صوري الاكل ونزلي الصور على الصفحة صوري ايش بتشربي على الصفحة كل هذا احنا منسميه تفاعل المستهلك على صفحة الفيسبوك هلأ هذا التفاعل ما بيوقف هون بيوقف انه انتي تربحي معنا اشياء على الصفحة اللي اكتشفناه احنا من دراستنا انه الناس ما بتشارك لتربح مثلا عشرة بالمية خصام او خمسين بالخمسين شكل انه يروحوا ياكلة او يشربوا فيها لانه ما في ثقة لسه عند المستهلك الفلسطيني انه عن جد يربح اشي على المواقع التواصل الاجتماعي او اشي اونلاين ويروح بعدين يسرفوا بالكافي شاب فكان احنا مشكلة عويصة انه احنا كيف بدنا نبني معاكم الثقة فطبعا باخر اشي احنا لما طلعنا النتائج كان في عنا احنا بعض الاقتراحات كيف انه احنا انكتر من من انه ثقة الناس انه كيف يتفاعلوا على صفحة الفيسبوك يعني مرام انتي من خلال بحثك عم بتشجع الماركيتينج او التصويق عبر السوشال ميديا يعني ما عم تحكي انه طب برأيك فيه اشي بغني عن اشي يعني هل ممكن تصويق عبر فيسبوك يغني مثلا عن الاعلانات في الصحف او في الاذاعات او في وسائل اعلام التانية اوكي حلا انا بس بده انوه لاشي قبل ما احكي عن هذا السؤال او اجاوب هذا السؤال الاستبيانة اللي انا وزعتها اللي كانت حوالي على 70 شخص وزعتها ما بين جامعة بيرزيت وما بين الكافي شاب نفسه يعني انا رحت على الموقع نفسه على الناس اللي عملي اللايك لصفحة لمن كافي شاب على الفيسبوك يعني عينتك كانت عشوائية عينتي كانت عشوائية وما بين طلاب الجامعة وما بين الناس بتتراود على الكافي شاب نفسه اللي بتكتشفيه انه واحد من الاسئلة كان انه هل انت بتستخدم صفحة التواصل الاجتماعي او الفيسبوك علشان انت تعرف عن منتج معين او مطعم معين او بزنس معينة 95% كانت عندي من الناس اللي جاوبوا انه نعم إحنا بنستخدم صفحة الفيسبوك بس لما أنت يجيتي تسأليهم بالpart الثاني أو بالقسم الآخر أنه طيب هل عن جد بتستفيد أنت من التفاعل اللي بتعملوا على الصفحة يعني الناس ناقدوا بعض أنه نعم بعمل لايك للصفحة عشان أعرف بس هما ما بتواصلوا على الصفحة بشكل رئيسي وأساسي عشان يصير عندهم وعي وإدراك أنه آه أنا بعرف هذا الكوفي شاب وبدأ أروح عنده وبدأ أفضله عن باقي الكوفي شاب بناءً على إيش أنا بشوف بالصفحة على الصور وإلى آخره فاهم علي الآن السؤال الثاني اللي حكتي لي أنه كل قناة من قنوات التسويق أو خلينا نحكي أنه كل شيء له ميسته أنا ما بقدر أني أروح للسوشيل ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وأنسى البيلبوردز أنسى التلفزيون أنسى الراديو كل شيء له التأثير تاعه كل شيء له التارجت ماركت أو الناس اللي أنا بستهدفها بمعنى مواقع التواصل الاجتماعي ليش زرنا نستخدمها لأنها صارت أقل تكلفة بتغطي عدد كتير أكبر من المستهلكين بوقت أقل وأنا بوصل لك بوصل لك بطريقة أنه أنا وياك نتفاعل مع بعضنا أنا كإنسان مسؤول أو كإدارة وإنتي كمستهلكة إحنا هلأ الناس بطلت أنه أنا بس دارسلك رسالة لا صار الإشي two-way communication التفاعل هذا صار عن طريق الطرفين أنا المستهلك هو المحور الأساسي تاعي وهو اللي بيشكلي كل صفحة الفيسبوك يعني مين بيشكلها غير المستهلك فكل تركيزنا على المستهلك وإيش المستهلك بعمل إيش المستهلك بكتب اللايك تاعته والكومن تاعته سواء بطريقة إيجابية أو بطريقة سلبية فبالتالي لا كل قناة إنه بتشكلنا إشي مهم وما في استغناء عن قناة لقناة بس أنت بدك تتابعي إيش الناس هلأ إيش أكتر الوقت اللي بتقديه بتقديه على السوشال ميديا بروح أكثر للسوشال ميديا طيب مرام من خلال مقابلتك مع المسؤول عن صفحة الفيسبوك للمقهى يعني قديش بتحسي إنه المسؤولين عن صفحات الفيسبوك بشكل عام من ناحية تسويقية وعيين اللي بتصرفوه أو لطبيعة المنشورات اللي بنزلوها على صفحات الفيسبوك يعني هل هو بنزل إشي عشوائي ولا هو بيكون عن دراية ودراسة عارف إنه هاي سياسة تسويقية ممكن يكون لها تأثير مهم شوفي أنا المانجر اللي أنا أعادت معاه أو المسؤول اللي أعادت معاه كان أول إشي عامل دراسة كاملة كيف بدأ أبلش على صفحة التواصل الاجتماعي وبالأخذ صفحة الفيسبوك كان عامل دراسة ليش لأنه هو بده يتميز بصفحته عن باقي المطاعم أو باقي الكوفي الشبات الموجودة إحنا عنا في رمالله فبالتالي الإشي ما كان عشبائي وعشان أنا أدلل على ذلك كان في عنده سؤال برضو في الاستبيانة سألت إنه هل أنت بتشوف إنه المسؤول قام بكافة الأعمال تاعته على هاي الصفحة إنه يوصل لك الفكرة والرساية تاعت الكافي شب بمعنى هل أنت وصلك إيش العروض اللي عندهم إيش الأكل إيش الشرب إيش الحل يعني كل المعلومات اللي بتهم المستهلك عن هذا الكافي شب من رقم تلفون من موقع من صور كلها كانت موجودة على الصفحة فكان عندي برضو نسبة 90% لـ 95% بيقول لك هو يعني على أكمل وجه عمل دوره والصفحة كانت مليانة وفيها كل إشي بس إحنا اللي ما بنتفاعل مع هاي الصفحة فالحق صفه مش على المسؤول نفسه الحق صفه على المستهلك أو لسه الثقة اللي إحنا بنا نبنيها مع المستهلك اللي هي بدها وقت يعني هذا بخلينا نوصل للنتائج يعني أنت وصلت بالنتيجة إنه التواصل المباشر للناس إنهم يروجوا لهذا المكان كان تفاقي يعني أثره كتير أكبر من الترويج عبر فيسبوك نعم يعني إحنا خلينا نحكي إنه التفاعل والحكي إحنا لسه كشعب فلسطيني أو خليني أحكي كالشرق الأوسط الميدل إيست ما زال حسب الإحصائيات بيعتمد على الحكي بطريقة كثير أكتر من أي موقع تواصل آخر أو حتى أكتر من الجريدة وحتى أكتر من الراتيو ممكن بسبب الثقة؟ دايما دايما وأبدا أنا لما أسمع من صاحبتي أو أسمع من أهلي أو حتى من زملائي ومن معلمتي لما الإشي ينحكالي ينحكالي عن تجربة وينحكالي عن إيش الباح تجرب دايما أنا باخده مصدر ثقة أكثر من أي معلومة باخدها على موقع تواصل اجتماعي أو حتى على الكمبيوتر ذات نفسه يعني فبالتالي إحنا كان عنا إنه التفاعل تاحهم على صفحة الفيسبوك ما أثرت على وعي المستهلك كما يؤثر الحكي البتروض في أنا وإياك أو منحكي أنا وإياك فالحكي ما زال إشي أساسي ورئيسي وهذا بخلينا أكثر ندرس كيف بدنا لسه نبني ثقة على صفحات الفيسبوك والإشي المش حلو أو المزعج إنه إحنا كثير من قضي وقت بس ما من قضي بالطريقة الصحيحة على مواقع تواصل الاجتماعي إذن مرام شو برأيك هي الطريقة الصحيحة للقضاء الوقت على مواقع التواصل الاجتماعي باختصار أنا بعد ما عملت هاي التجربة أو بعد ما عملت السمينار إنه لا أنت مش بس تعملي لايك وخلص إنه تنسي الصفحة أنت عملت لايك عشان أنت كنت حابة تعرفي أكثر تفاصيل عن الإشي المنتج اللي أنت معنية فيه أو البزنس المعنية فيه فكل واحد لما يستثمر وقته إنه أنا عملت لايك وأنا حبيت هاي الصفحة أدخل على الصفحة بشكل متواصل أشوف آخر العروض أشوف الصور اللي بتنزلها هاي الصفحة عشان أنا أكون برضو up to date طبعا أنت عملت لايك ليش ما أنت تكملي وتتواصلي معي الصفحة بس برضو المسؤول كمسؤول عن الصفحة لازم يبني الثقة مع المستهلكين وهاي ما بتيجي عن طريق يوم وليلة وهي بدها أكثر من خطبة عشان نقدر نوصل لثقة المستهلك طب يعني مرام من خلال معرفتك في أشياء التصويق طبعا أنت أكثر معرفة منها يعني قديش بتحسي أنه كمان ممكن يكون في جانب سلبي لهذا الموضوع يعني قديش ممكن صفحات الفيسبوك كمان تكون بتشجع على الاستهلاك يعني ممكن أنا في كتير سلع أنا مش بحاجتها لكن من كثرة الإعلانات يعني ممكن أني أنا أنجذب للشي أنا فعليا مش بحاجته ما هو شوفي هلا إحنا بالتصويق صار في عنا إشي جديد اسمه أنه أنا بخلق الحاجة لدى المستهلك وهذا الإشي صار يبين بطريقة أكثر برضو على مواقع التواصل لما أنت تضلك تشوفي صورة بشكل مستمر وصحباتك يعملوا شير لهاي الصورة وتضلك أنت إكسبوز تؤت يعني تضلك أنت دايما عم تتعرض لهاي الصورة فبالتالي أنت بصير هذا عندك خلق حاجة إحنا صرنا نتجاه أصلا لخلق الحاجة لأنه بطل الأشياء هي الأشياء الأساسية أو الرئيسية الحاجات البيولوجية اللي أنت بس بدك إياها الدنيا صارت أكثر مكملات وصارت أكثر أنه إشي يفرجي صورتي قدام الناس يعني صاروا الناس يهتموا بالكماليات زي الأساسيات تماما وأكثر شوي لأنه برضو إحنا هلأ في العصر اللي إحنا عايشين فيه صرنا نهتم بإيش الناس يشوفوني وإيش أنا منظري قدام الناس المستهلك دايما هلأ صار بده الأشياء ممكن هما يحتاجها بس أنا كيف بده يعكس صورة الاجتماعية هذا الإشي اللي هلأ صار التركيز عليه أكثر طب مرة من خلال قراءاتك اللي حكيت لنا عنها هل بتحس إنه هذا الإشي فيه فرق بين فلسطين مثلا والدول الثانية ولا بسبب الطبيعة الاجتماعية اللي عنا ممكن يكون تعرضنا للإعلانات مختلف أول إشي إحنا تعرضنا للإعلانات المختلف والثقافة اللي عنا بتلعب دوري كبير بمعنى إنه حسب قراءاتي برضو إنه أوروبا أو الناس الأجانب أنا ما بمضح فيهم لا هو حسب ثقافته الواحد بمشي ممكن يستفيدوا أكثر من هاي الأمور وباتجهوا بمواقع التواصل الاجتماعي اتجاه آخر غير عنا إحنا الاتجاه تعنا أكثر بيكون شوفوا أنا إيش بعمل أو خلي الصحابي وصحباتي يعرفوا أنا إيش بساوي بمعنى إنه إحنا أكثر الإشي بدي أثر علينا اجتماعيا أكثر ما يأثر علي أنا كشخص كبني آدم إني أنا أستفيد من مواقع التواصل الاجتماعي يعني الإشي أكثر سوشال إحنا منسميه أكثر اجتماعي طيب مرام يعني هذا البحث نعمل وكان إضافة نوعية زي ما قالت دائرة التسويق عندكم بالجامعة وبعدين يعني إيش الهدف من هاي الأبحاث ولاشو رح توصلنا إيش عندك توصيات مثلا هلأ بحثي وأبحاث صديقاتي وزملائي كل آياتهم في الدائرة بتوصلنا لإشي إنه إحنا كل واحد في الإشي اللي هو بحثه بده يعطي اقتراحات أنا اقتراحي كان أكثره للمسؤول طاع الصفحة اللي على الفيسبوك كيف أنت بدك تزيد من ثقة الناس إنه يضلوا يتفاعلوا معاك على هاي الصفحة مثلا واحدة من الإقتراحات وحسب قراءاتي كانت إنه المسؤول هذا لازم يصور فيديو هذا الفيديو يكون مع الزباين اللي كتير مبسوطين من المطعم نفسه أو الكافي شاب نفسه يعني اللي برتادوا بشكل مستمر اللي برتادوا بشكل مستمر واللي كتير انبسطوا على الخدمة على الأكل على الشرب على الأرقيل اللي نفرد وانبسطوا كتير على القعدة زائد بشكل كتير كبير اللي انبسطوا على صفحة الفيسبوك وعرفوا منها أشياء كتيرة خلتهم وجذبتهم يجوا على الموقع نفسه ويجربوا الأكل بالشرب عندكم لما أنت تصوري الفيديو وهذا الفيديو يكون مبين مشاعر من الفرح ومشاعر من إنه أنا حققت الإشي اللي بدي إياه وانبسطت على الخدمة عدكم دائما وأبدا الإنسان لما يشوف إشي فيه مشاعر الإشي بأثر عليه أكثر من ما يكون الإشي راشنة له عقلاني دائما برضو بالتسويق إحنا فيه عندنا إشي عقلاني وإحنا فيه عندنا إشي عاطفي في الفيديو اللي أنا كنت بدي أطرحه على صفحة الفيسبوك إنه يكون الإشي أكثر عاطفي يلامس مشاعرنا اللي هي تجذبنا إنه إحنا نروح ونجرب وهذا بخليها كمان تكون ممكن أقرب للكلام والتواصل طبعا هذا برضو الإشي دائما العاطفي برضو بخلي الواحد يحكي أكثر من ما هو يكون عقلاني هذه واحدة من الاقتراحات اقتراح كان آخر إنه إنت وين ت بدك تنزل البوست أو تنزل الإشي اللي إنت حابه على صفحة الفيسبوك الأوقات مختلفة والناس اللي أنت بتستهدفهم لازم تشوف إيش الوقت اللي بناسبه يعني إذا أنا مثلا بدي أستهدف طالبات جامعة ما بنزل على السبعة الصبح أنا بنزل مثلا من الساعة خمسة للساعة سبعة هاي الفترة اللي هم مجد بيكونوا فيها على موقع التواصل الاجتماعي معناته برضو حسب التارجت أو حسب الفئة المستهدفة اللي أنت بدك إياها كمان إشي كان إنه نربح الناس بس ما نربحهم مصاري ولا نربحهم ديسكونز مثلا يسأل هو على صفحة الفيسبوك هل أنت عندك مثلا عيد ميلاد قريب أو هل أنت عندك مناسبة اتوجه عنا على الكوفي شاب وإحنا منحاول إنه نخليك تستمتع بهذه المناسبة ومنعطيك هدية فوقها دائما الناس بدهم إشي مش مصاري أنا هذا برضو اللي استنتجته عن طريق الاستبياني إنه إحنا ما بدنا تعطيني عشر بالمية خاسم ولا بدي خمسين شكل أنا بدي إشي كثير معنوي أكثر من هيك فهاي كانت اقتراحاتي أنا طبعا كل باحث إليه اقتراحاته وكل باحث بالسمنار اللي دخل فيه أكيد مرام نشكرك على كل هالمعلومات كان حوار عن جد ممتع نتمنى إنه يكون فيه كمان أبحاث حول هذا الموضوع وإذا بتحبي تضيفي أي إشي تفضلي أنا بس بدي أضيف إني أشكر دكتورة سماح أبو عصب اللي كانت هي المسؤولة عن موضوع السمنار واللي هي ساعدتني وأكيد بشكر جامعة برزيتي اللي بتخلينا وبتحلنا الفرصة إنه نوصل لهيك مراحل سواء من الأبحاث أو سواء إنه أنا آجي أعمل معاكم مقابلة يعني دايما هي فاتحة الأبواب والمجالات إنه الطالب يوصل وبشكر جميع الأساتزل في الدائرة بدون استثناء لأنه أنا للاهم بعد أربع سنين ما كنت مرامل لأنا كنت قبل أربع سنين وبشكر صحباتي وأهلي وبشكركم على الاستضافة الجميلة شكرا أنا كمان منشكرك كتير على وجودك معنا بالستوديو وأكيد دا مبسوطين فيك ومنتمنى لك كل التوفيق إذا كنت معنا مرامل علي خريجة تسويق من جانب